السلام على محي المؤمنين ومبير الكافرين السلام على مهدي الامم ويني في دونكم واحد يقول عادل عبد المهدي عدالت من عدالة علي ابن ابي طالب يقول ما اجا واحد للعراق عادل الا اثنين علي ابن ابي طالب وعادل عبد المهدي واحد الثاني يقول ممكن تاخذ نطفة من يهودي من نصراني من تشلب وتحط همرتك ويطلع ابن عندك راح اطلع لكم اياهن ويطلع لك عابده كله نسود ياريت يكون وجهه اسود وقلبي ابيض نحن لا نفرق بين الاسود والابيض الا بالتقوى يقول لترام وللخليج ماذا يقول هذا العابد الاسود اللي انا انتمه له لانه اخوب الانسانية ماذا يقول يقول ترام الى اين تذهب الى دبي وخنازيرها هذا هو يقول مواني اقول وراح تشوفوها ستنتهي دبي وستنتهي السعودية لان الرب قادم اليكم هذا ما شاء في الامام الحجة ولكن يقينا قائد عند الامام الحجة اوحى في قلبه يعني شنو وضع نورا في قلبه انا راح اقول لكم قلت لكم انتو تركتوا الامام والولاية والامام الحجة فانتظروا غضب الله وما هذا فعل الكورونا الا من فعل اسرائيل فيكم فاجهزتكم يقينا راكسة لهنا للشوشة بالعمالة لذلك نقول للناس اللي يقول ما رايح الى اسرائيل عندنا ما يثبت عبالكم احنا دكانة احنا مو دكانة صحية تلفزيون بس اهم مكالة بالعالم نعرف الشاردة والطال او الواردة انتظروا ماذا ستبعل بكم اسرائيل من اجل ان تعيدكم الى نظام ابو طبر اللي كان صدام اللعين يقتل به وخلى العراقيين خايفين حتى يتمكن من حكمه وحتى شنو يعرف البوصلة عن مشاكل العراق ومشاكل العراق الكبيرة من جوع وفقر وامية واضطهاد وقتل طلع لكم شنو طلع لكم مشكلة اللي طلعها طلع لكم اللي هو ابو طبر والان يمتدون من ذلك العلم الزاخر اللي ملفاتنا اصبحت باسرائيل كلا يطلعوا لكم الكرونة بعد ان جفت بالعالم منابعها اخرجها الاسرائيلي الينا حتى انتيه مثل الكهرباء هي الاسرائيلي ما يريدها تجي والاسرائيلي والخوانة ماذا العالتنا المعيشية الاسرائيلي والخوانة ماكو مسلم اليوم يأذي العراق بطرف شيء اليأذي العراق ويشتغل للاي بلد بالعالم وما تكون مصلحة العراق فوق مصلحة خائن ابن خائن ابن خائن لما ينقطع النفل